منتخبنا احنا اللي ودع البطولة من الدور ربع النهائي كانت قصة طبعا عبد الرحمة مجدي حكينا مباريح تفاصيلها وقلنا لكم التوقعات وإيه أو كيف هيفكر اتحاد الكرة المصري في القصة اللي لسه هيجري فيها تحقيقا بحسب ما أعلن وحسب ما اللاعب قال لو سمحته بستعجل التحقيق علشان تظهر التحقيقات الحقيقة للرأي العام بعدما نفى الواقع أو أن يكون فيه أي سوء نية تجاه ما حدث في اليابان وأدى إلى التحقيق معاه لأكتر من ساعات واستبعاده من خوض المباريات رقم واحد ما سيفعله اتحاد الكرة حتى بعد التحقيقات بعد التحقيقات هي مبدئيا كده رقم واحد حصل حرمان اللاعب من مكافأة المشاركة في أولمبياد توكيو التأهل لربع النهائي ليه مكافأة مش عارفين بالضبط الأرقام لكن اتفاجئنا أن الأرقام مش كلها واحدة يعني مش كل اللاعبين هياخدوا نفس الرقم بالتأهل من دور المجموعات لدور ربع النهائي لكن أقل لعب المفروض كان ياخد 200 ألف جنيه أقل لعب بالتأهل من المجموعات لمواجهة البرازيل وبعد كده بتعلى بقى الفوق تبقى ربما لرؤية الجهاز الفني تبقى لمشاركة الأساسيين تبقى لدقائق اللعب تبقى للالتزام فبتتحط لكن أقل لها كان 200 ألف فعبد الرحمن مجدي حرم رسميا من الحصول على مكافأة الصعود إلى الدور ربع النهائي من بطولة الأولمبياد باعتبره أن حتى لو لم يدان سواء من اتحاد الكورة أو من جانب السلطات اليابانية دي لسه بتحقق في القصة فهو ارتكب يعني حاجة شوشت على المنتخب وربما شتت التركيز بشكل ما أنه يعني لم يكن مدركا للثقافة لو حتى الموضوع ما كانش فيه نية سيئة ده رقم واحد هو دلوقتي مقوف انتظارا لانتهاء التحقيقات أجل بالظن تبقى لما علمنا أنه سيمنع من تمثيل الإسماعيلي لنهاية الموسم نهاية الموسم ده اللي هو العشرين يوم اللي جايين يعني هو اللعب جاهز بدنيا دلوقتي فالتحقيق ده ربما حتى قبل ما يتم أو بعد ما يتم لن يشارك اللعب وربما حتى دوليا باعتبار أن الفيفا بينتظر فده حماية للعب تبقى لما ورد إلينا من بعض المعلومات من داخل اتحاد الكرة المصري في كيف يفكر في قصة اللعب عبد الرحمن مجدي لاعب منتخبنا الوطني الأوليمبي ولاعب الإسماعيلي اللي تعرض لإصابة طويلة ربنا يا رب يرجعه بالسلامة الفترة اللي فاتت لكن عاد بالفعل بالسلامة ولكن لم نرى حتى الآن في أرض الملقى